اهلا وسهلا فيكم والسلام عليكم اليوم راح نساوي في صبية طلبت مني اعمل لها رسمة الدياموند او الالماسة او المعين هي الى كتير شا اشكال انا مسواي كتير اشكال منها بس انا راح ساوي لكم موديل اه يعني صغير مشان يكون سهل عليكم وان شاء الله تكون هيك مبيني عليكم لكم صبايا انا بلشت بمعين صغير بس بطبعه مشان الوقت ومشان يتبين عليكم ما تكون فيها صعبة راح نبليل سوا اولا منبتدي منحاول يكون عنا بداية الشغل على الدور الخلفي عشان توضح معنا يوضح معنا الشغل اه وبنبتدي مسلا هون انا بدياني بتمنتعشر غرزة بالنص تماما حط اربع غرزات اربع غرزات حسب تخن الخيط انا هون عم بشتغلكم على الخيط للتخين اربع غرزات هون بيكفوا لانو على الخيط الناعم بتطلع نعم على الخيط للتخين تطلع ويعني تخيني راح نبليش سوا طبعا بداية الشغل ونهاية الشغل ادوار خلفية مشان توضح معنا الرسمة هي الى كتير موديلات وكتير شغلات بس انا راح سوي لكم ابسط موديل في ايه اول شي بعد ما اكون مشتغلة انا هون دورين دورين اه لتحت اربع غرزات اول شي بيجدلون مثل الجدلة العادية اللي خلفية هادا اول دور جدلة مثل ما بتطفرق اي هون جدلة هاي بداية الرسمة هذا الدور بس هيك بنكمل دور خلفية والطرف التاني طبعا بالدور الخلفي بيكونوا كلهم اماميات من عدل الغرزات اللي عملتهم هلا بيكون الجدلة يعني بكونوا خلفيات اربع غرزة خلصهم بنرجع لكم انا خلصت الدور الخلفي واشتغلت هادون الخلفيات ما في يون شي بس قبل ما وصل على الاربع الاماميات بغرزة واحدة شو بدي اعمل هلا بدي يشيلها لهاي الغرزة ونزلها لتحت وهدون الاتنين يشتغلون اماميات اتنين من الاربعة وهي اللي نزلتها صبايا بدي ارفعها على السنارة او الابرة ودخلها هي خلفية بتركها خلفية بشتغلها برجع بشيل اتنين هادونة من الاربعة كمان برفعهم بالسنارة انا عم حط لكم بالسنارة التانية مشان الرياحة باخو واحدة من هذا الطرف واحدة خلفية بدخلها لجوات المربع المعين هون شو صار عندي صار عندي اتنين خلفيات هلا نحن بلشنا نطلع المعين برجع برجع هادون مشان اشتغلون لانو انا الناس ما اشتغلتون اتنين الاماميات تبعين الجدلة بشتغلو هلا شو صار عندي هون عندي اتنين خلفيات دخلو هون بالمعين برفع سنارتي بكفي دوري للاخير والرجع دور الخلفي ما في شي الامامية امامية والخلفية خلفية الامامية امامية والخلفية خلفية بس بتنتبهوا صبايا هلا هون هادون الاتنين الاماميات تبع الجدلة صاروا بعيدين عن بعضون في غرستين بناتون برجع بنزل الخيط الغرزة اللي دخلتها بصير امامية والغرزة بعدها كمان امامية برجع بصيروا عندي هادون اتنين خلفيات تبع الجدلة بيبينوا عليكم الامامية امامية والخلفية خلفية انا هلا بمبلش شكل المعين نكون وضح شوية عليكم الصبايا رح اعملكم هالدور فرجيكم كيف بدنا نعمل فيه كتير كتير يعني بتشوفوها بازن الله ما بده شي يعني هلا قبل ما اوصل كمان انا وصلت انا وصلت عند قبل الاتنين هادون تبع الجدلة هن ما كانوا اربع عام ببعضوا عن بعضون بتضل عندي غرزة هون بشيلها بنزلها لتحت بشتغل غرستين الاماميات برجع بطلع على السنارة تبع ايدنا الشمال بشتغلها خلفية كمان هاي غرزة كمان خلفية هون صاروا عندي ثلاثة وهلا هادون الاتنين كمان بدي شيلهم عشان دخل غرزة من هاد الطرف لانو من الطرفين بدي يجيب غرزات من هون ومن هون برجع بنزل باخد الغرزتين الامامية برجعن على على السنارة وبشتغل كفي الخلفيات متل ما عم تشوفوا ان شاء الله يكونوا اضح عليكم هادون الاتنين الاماميات عم يبعدوا عن بعضون يعني متل هون هادون الاتنين الاماميات عم ناخو غرزة ندخلها من هون وغرزة عم دخلها من هون مرة بنزل الغرزة لتحت ومرة بطلع الغرزتين هادون لفوق راح عيد لكم ياها مرة تالتة وفرجيكم كيف بصي بس تخلص دور الخلفي هادا السطر التالت متل الاول نرجع بنكرر نفس الشي كمان بشيل غرزة هاي الغرزة قبل ما وصل على الاثنين الاماميات صبايا انتبهولها بنزلها بشتغل الاماميات بطلع الغرزة هاي بشتغلها خلفية بشتغلهم هني كمان خلفيات تقوصل اني خلص هادون الخلفيات برجع بشيل هاي بتكن تنتبهوا صبايا بنشيل هاي الامامية طبعا الاثنين الامامية بنشيلهم بس لفوق بدخل غرزة بدغري لجوه برجع برجعون مشان نشتغلون لانو ما نشغلو وبشتغلون وهيكي مشان ما طويل انا بكفي السطر وبضل بروح وبرجع وباخو حتى يصير الحجم البدية انا بضل اذا طول ما عم باخو دعم بتكبر معي انا مسلا بيعجبني بس هيكي معناتها هذا الدور اه ستة بكفي داخل داخل معين بشتغل دورين ما بعمل في شي ابدا هلا رح فرجيكم كيف يعني الوجه وجه والامامية امامية والخلفية خلفية لا بزيد ولا بدخل ولا بنقص الدور البعض هذا هلا هنه هون دخلت وشفتوا انتو كيف ساوت هلا برجع خلفية ما بساوي شي امامية كمان خلفية خلفية والامامية امامية دورين شان يطلع معنا تسحب هيكي شوي بعدين بفرجيكم كيبنا نختصرها نعملها هيكي بس خلص هالدورين بعد ما اه تركت كونش تغل دورين صبايا الامامية امامية والخلفية خلفية مشان تسحب شوي معي مشان هلا وقت اللي بدي دخل طلع الغرز مرة تانية متل ما دخلتون تميل معي بشكل حلو ويكون واضح راح فرجيكم هلا كيبنا نساوي هلا متل ما حكيت انو اشتغلنا دورين ما كان فيون شي الامامية امامية والخلفية خلفية هلا انا بدي اشتغل عكس الدور السابقة هلا انا بشتغل الخلفية لعند الاثنين الاماميات بجيب الابرة وبطلع هدون وبطلع وحدة من هدون لبرة بشتغلها لبرة تمام برجع بشتغل هدون لان هدون ما نشغلو اشتغلون اماميات اماميات وبكفي سطري اللي جوات المعيم مو كلون قبل ما وصل لت الاثنين الاماميات وبغرزة هاي الغرزة كمان بدي طلعها لبرة صبايا هاي بنزلها لتحت بلف الخيط وبدي اشتغل الاماميات جيبن لجوه برجع بشي اللي طلعتها هاي واضحة عليكم برجعها ع السنارة ع السنارة اليسار طبعا بدي اشتغلها لانو ما انشغلت خلفية هادا السطر الاول من تطليع الغرز لبرة الدور الخلفي ما في شي صبايا متل هلا فرجيكم الامامية امامية والخلفية خلفية هادون اماميات هادون اتبع الاماميات من هناك السطر لا هون اللي طلعناها الجديدة طلعناها صارت امامية هادون الخلفيات من بينين صبايا وهاي اماميات اللي ما حكينا ابدا الامامية امامية والخلفية خلفية حتى نوصل لنهاية السطر وهلا تكرار نفس المبدأ بس بعكس البداية انو البداية كنا عم ناخده لجوا هلا بنطلعون لبرة بنظل بنطلعون تيخلصوا على الاخير هلا رح طلع لكم هذا السطر وبعدين بفرجيكم وقتل بيخلصوا هلا انا اشتغلت الخلفيات لوصلت عند اتنين الاماميات كلون اشتغلتو برجع متل السطر الماضي بطلع هادون طلع غرزة من جوا لبرة طلعها بشتغلها برجع هادوني الاماميات بشتغلون اماميات بشتغل اسا تاوصل كمان لقبل بوحدة هيك وصبايا هاي غرزة اسا عندي اياها نزلها للاتجاه الخلفي وبدخل اماميات الاثنين اللي عند هادوك وبرجعها على اليسار بشتغلها خلفية وبظل بعمل هيك طي يخلصوا معي اللي جواهت المعين اسا عندي سطر يعني اسا هادو السطر بدي روح وارجع اطلع هاي وهاي انا رح طلعون مش هنفرجيكم كيف بصير معنا بعد ما بطلعون لانو نفس المبدأ متل ما عملت السطرين هذا المبدأ السطرة الثالث نفسه تماما بشتغلوا بطلعون وبشوفتوني كيف ساويت رح خلصوا مفرجيكم كيف بعد ما خلصتون انا وطلعتون صبايا ورجعوا الاربعة الاماميات لعند بعضون متل ما واضح عليكم رجعوا متل ما بلشنا من الاول هلا برجع متل ما اشتغلنا ببداية الفيديو هون برجع بدي اجدلها جدلة جدلة عادية خلفية طبعا وبرجع بعيد بكرر نفس اللي عملنا انا رح اجدلها وخلص بكون نهيت لكم ياها بعدين بتكرروا بتعيدوا قد ما بتكون هلا الخلفيات نشتغلون خلفيات وهي الجدلة هادون الاربعة بنشتغلون دخلت الاولانية اللي تنال الاولانية لورا وتنال طبع اليسار لجهة اليمين جدلة العادية متل اي جدلة بسيطة ناخدها بنجدلها هادون هيك انتهت معي اول معين امتهى معي صبايا بترجعوا بتكرروا متل ما بتدينا حتى ينتهي العمل عندكن قدي بدكن تعملو انشاء الله تكون وضحت عليكم لك وصبايا انا عاملة هون امنا نفس المبدأ نفسه ممكن رفية طالعة بس حاططوا انا اتنين جنب بعض بتبتدي بوحدة بتنتهي بوحدة انشاء الله في فيديو كمان تاني بفرجيكني بس عرفتوا المبدأ تبع اول وحدة اللي عملناها اليوم لحالكم بتصيرو بتعملو اي موديل بتشوفو هذا موديل وهوم موديل يعني بتصيرو بتطلعي الموديلات اللي بدك ياها انشاء الله يكونوا عجبوكم وشفتوها سهلة واهلة وسهلة فيكم